اشتركوا في القناة ونذكركم أيضا أن تبعطوا لنا رسيلكم تبعطوا لنا أسئلتكم وتعليقاتكم وتطلبوا موارد هذه الحلقة وحلقات أخرى من خلال الإيميل حضروا الورقة والألم لنبدأ بالفقرة الأولى من برنامجنا وهي فقرة Comprehension مشاهدينا متلك الحلقة منبدأ حلقتنا بالتكلم من الكتاب المقدس وبقراءة يومية ناخد منها بعض المفردات وقراءتنا كالعادة هي من ترجمة المسج بايبل وهي ترجمة باللغة الإنجليزية مبسطة ومعاصرة رح نبدأ سوا من سفر الأمثال نقرأ مقطع من أمثال 6 لقية من 6 إلى 11 تاني الآية رح نخضها هي من أفسوس من رسالة أفسوس إصحاح 4 والأية 28 إفيجينز 4 verse 28 فإذا نحن مشاهدينا بعدنا مكفيين بسلسلتنا وبالكلام عن العمل وإحنا ناخد بعض الكلمات كالعادة من هيد المقاطع أول كلمة إحنا ناخدها هي لازي بأول الآية بسفر الأمثال أول آية أخدناها you lazy fool lazy يعني كسول شخص ما له جلاده يعمل أمر معين you lazy fool lazy يعني كسول بكفيه وبيوصي الشخص الكسول أنه ينظر للنملة بقول أنه طلع بالنملة منيح وخلي هيدا النملة تعلمك بعض الأمور واتعلمك جاي باللغة الإنجليزية to teach teach هو a verb أن يعلم teach you a thing or two بكفيه بقول ليش النملة فيها تعلمنا بعض الأمور لأنه النملة nobody has to tell it what to do ما حدا بقول للنملة شو تعمل tell it what to do or tell someone what to do أنه نقول لشخص شو يعمل هو أنه نعلمه شو يعمل أو نقله ندربه بطريقة معينة tell someone what to do بكفيه بقول ما حدا بده يقل لشو تعمل لأنه all summer it stores up food طيلة الصيف هي بتخزن طعام to store up food أنه يخزن طعام لوقت لاحق أو يخزن في يعني يخد to store كفعل نحفظه يخزن بكفيه بقول at harvest بوقت الحصاد it stockpiles provisions يعني بتسمد وبتخزن أيضا provisions أو money وكلمة provision تعني أيضا غير كلمة مونة تعني بالعقود تحديدا هو بند أو إجراءات احتياطية فإذن provision بعقد بكونترا معقود تضطروا تمضو العمل provision يعني بند من بنود العقد أو provisions فيها تعني مؤونة معينة بحسب ما جاية بهيدا الاية بكفيه بقول how long before you get out of bed لا قدي رح تضل قاعد بالتخط how long will you get to get out of bed يعني قدي بعد بدك لتنهض من الفراش نحنا فينا ناخد آخر قسم ونستعمله بصيغة الأمر get out out of bed يعني انهض من التخط أو الفراش get out of bed انهض من الفراش بكفيه بقول a nap here a nap there كلمة nap بتعني قيلولة يعني فترة نوم قصيرة a nap here a nap there يعني فترة قيلولة قصيرة بكفيه بقول a day of here and a day of there يعني day of تعني عطلة أو نهار إجازة وعم بقول انه اذا قضيتوا وقتكن بين قيلولة وقيلولة ونهار عطلة ونهار عطلة آخر اللي رح يصير بالنهاية انه رح تعانوا من فقر أو رح تفقدوا عملكم بكفيه بقول sit back take it easy اذا بدنا نعيش نمط حياتنا naps يعني قيلولة ورا قيلولة day of يعني نهار عطلة ورا نهار عطلة وايضا sit back and take it easy sit back take it easy يعني ارتاح ولا على بيلك بيلك بكفيه بقول تعرفوا شو بيصير اذا منعيش حياتنا هيك just this هيدا بكل بساطة فيكن تتوقعوا حياة جدا فقيرة حياة معاناة poverty will be your permanent house guest الفقر رح يكون ضيفك بالبيت ضيفك الدائم كلمة permanent يعني دائم فاذا هو عم بعلمنا كيف انه نحن نعيش حياتنا بنشاط وحيوية رح نرجع ناخد من اية افاسوس 428 بقولك تاب لمقدة did you use to make ends meet by stealing هل كنتوا سابقا تجنوا القوت اليومي من خلال الصريقة to make ends meet يعني يجني القوت اليومي او يؤمن العيش to make ends meet بكفيه اذا كانت طريقتكن to make ends meet يعني طريقتكن بتسديد العيش او بتطليع المصاري هي بانه تسرقوا الصريقة by stealing بقول well no more هلأ ما عيدت هيدا طريقتكن بل لازم انه تبدأوا عمر شريف get an honest job عمل شريف عمل شريف جاية يعارض موضوع الصريقة فإزان بقولون اذا كنتوا تمنوا عيش can you use to make ends meet by stealing بالسرقة get an honest job جيبوا عمل شريف او بالأحرى نبشوا على عمل شريف وابدقوا العمل فيه خلينا هلأ انا وانتوا نشوف كيفينا نبدأ بهيدا العمل الشريف بفقرة مفردات ومعاني فإزان مشاهدينا نحنا بعدنا مكفيين بسلسلتنا بالحديث عن العمل وكيف نقدم طلب لأجل عمل جديد وبحلقة اليوم راح نحكي عن فترة المؤابلات او طلب المؤابلات وشو معقول يصير فيه حديث خلال المؤابلة راح نبلش انه منذ وقت تبعطوا الطلب او استعمارة العمل اللي حكينا عنه بحلقات ماضية يمكن يطلبوا منكن انه تجوا لمؤابلة عمل والسؤال بيكون منحب انه بدنا ندعيك لحتى تجي لمؤابلة عمل يعني بدنا ندعيك لانتربيو لمؤابلة عمل وبخلال مؤابلة العمل راح يقدموا للكون بالتأكيد job description يعني وصف العمل انتو شو راح يكون متوقع منكن بفترة العمل بهيد الشركة او مع هيدو الاشخاص فالجملة هي this is the job description راح يقدموا للكون وصف العمل the job description بهيد الحالة بخلال المؤابلة راح يسألكون عن خبراتكن وعن مؤهلاتكن والسؤال بيكون كالتالي have you got any experience هل عندك اي خبرة واكيد هنا بيكونوا عم بيحكوا عن خبرة بالمجال المعين لانتو مقدمين طلب لا تشتغلوا فيه have you got any experience هل لديك اي خبرة بهيدا الامر سؤال التاني اللي معقول يطرحوا عليكن have you got any qualifications هل عندكن اي مؤهلات فاذا have you got any experience عم بيسألو اذا عندكن خبرة have you got any qualifications عم بيسألوكن عن مؤهلات لانه معقول يقولولكن we need someone with experience نحن بحاجة لشخص عنده خبرة أو we need someone with qualifications نحن بحاجة لشخص عنده مؤهلات لهيدا العمل بيقدر يشتغل هيدا العمل بشكل جيد واذا اجبتوا بالاجاب انه انتو عندكن المؤهلات رح يسألوكن what qualifications have you got شو هن المؤهلات اللي عندكن ياها رح يسألوكن عن المؤهلات الموجودة وانتو بهيدا الحالة مفروض انه تعددوا المؤهلات اللي انتو برأيكم بتأهلكن لتقوموا بهيدا العمل ايضا يمكن يسألوكن اذا عندكن رخصة قيادة او رخصة سيارة حالية مثلا هل عندكن رخصة قيادة سيارة حالية بعدها لحالية هلأ فعالة بعدها بتقدروا تسوقوا فيها ايضا المعقول يسألوكن عن المعاش اللي كنتو تقبضوا بعملكن الماضي بهيدا الحالة بيسألوكن how much were you paid in your last job قدي كنتو تقبضوا قدي كان معاشكن باخر عمل كنتو عم تشتغلوا فيه how much were you paid in your last job قديش كان معاشك السابق وايضا معقول يسألوكن اذا انتو بحاجة لرخصة عمل بخاصة اذا انتو كنتو من بلد اخر يسألوكن اذا انتو بحاجة لرخصة عمل وبهيدا الحالة بيسألوكن do you need a work permit هل انتو بحاجة لرخصة عمل do you need a work permit ومن بعد ما تخلص الانترفيو يمكن يكونوا معجبين فيكن لدرجة انه بدوا يبدأوا العمل معكن فبيقولولكن we would like to offer you the job حابين انه نعطيك هيدا الشغل لالك او هيدا المنصب لالك we would like to offer you the job ايضا معقول يسألوكن when can you start اي متى فيكن تبدأوا بهيدا العمل اي متى فيكن تبدأوا بهيدا الشغل فاذا اذا مش الحال بيقولولكن we would like to offer you the job when can you start اي متى فيكن تبدأوا ايضا اذا كنتو بعادكن بعمل سابق يمكن يسألوكن قدي الفترة اللي مفروض تعطوها اشعار المغادرة اللي بتكن تعطوه وبهيدا الحالة بيسألوكن how much notice do you have to give كلمة notice باللغة الانجليزية مقصود فيها اشعار المغادرة اللي بتكن تقدموها للشركة اللي حاليا عم تشتغلوا فيها لحتى تنتقلوا على الشركة الجديدة فاذا الجملة هي how much notice do you have to give يعني اشعار المغادرة قدي بده يكون فترته هل هو قبل بشهر شهرين او ثلاثة ايضا معقول يقولولكن انه في فترة تجربية بهيدا العمل والعبارة اللي بيقولولكن ياها there's a three month trial period في فترة تجربية من ثلاث تشهر there's a three month trial period في فترة تجربية لمدة ثلاث تشهر ويمكن يطلبوا منكن المراجع اللي هي أسامل الأشخاص او الأماكن اللي اشتغلتوا فيها سابقا فبيقولولكن we need to take up preferences نحنا بحاجة انه ناخد منك بعض المراجع فبهيدا الحالة بتقدمو لهم مراجع الشركة والأشخاص اللي سبقوا اشتغلتوا عندهم ايضا يمكن يقدموا لكم work contract او employment contract اللي انتو بحاجة انه تمضوا بنهاية النهار وهيدا بسموه employment contract عقد العمل يقولولكن this is your employment contract آخر نقطة رح اقطع على بعض الكلمات اللي نحنا بحاجة لها وقتا نكون عم نحضر نحضر cv تبعنا او السيرة الذاتية اولا name الاسم ادراس العنوان telephone number رقم الهاتف وايميل ادراس هيدا الطريقة اللي هني بقدروا يتواصلوا فيها معكم name الاسم ادراس عنوان telephone number رقم الهاتف ايميل ادراس البريد الالكتروني وايضا بتكون تقفو طاعتو date of birth تاريخ الميلاد nationality جنسية marital status اذا انتو متزوجين متأهلين ام لا career objective هدفكن بالعمل education تعليم اللي عندكن اياه qualifications المؤهلات employment history هو تاريخ عملكن مع شركات اخرى leisure interests يعني الهويات والاهتمامات اللي عندكن اياها وبالنهاية referees يعني المراجع اللي عندكن اياها ومشاهدين فيكن تحصلوا على جميع هيدا الكلمات لتتأكدوا انه انتو جايزين لتجاب interview تبعكن وقت ترسونا على english atal.tv منشوفكم بعد الفاصل فاصل ونواصل مشاهدين اهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل بصلي ان تكونوا عم تتمتعوا بحلقتنا لليوم قبل ما نكفي انا وياكن بهيدا الحلقة بذكركم بالايميل اللي عم يقطع على شاشة وهو english atal.tv اللي فيكن ترسونا عليه تبعطوا لنا تعليقاتكن وايضا تطلبوا الدروس اللي عم تقطع بهيدا الحلقة وبحلقات اخرى وهلق حضروا الورقة والقلم لننتقل انا وياكن سوا على فقرة grammar فايزا مشاهدين احنا بعدنا عم نكفي بسلسلة عم نحكي فيها عن prepositions يعني عن احرف الجر واليوم رح نكون عم نحكي عن الكلمة اللي بتقع من بعد حرف الجر من بعد the cat ran under the car كلمة the car هن الobject طبع لpreposition under يعني البسينة او الترجمة هيدا الجملة the cat القطة ركضت وراحت لتحت السيارة under السيارة هي object لكلمة under او لكلمة تحت السيارة متل ما قلنا بحلقات سابقة انه الpreposition عادة ما بتجي قبل الناند قبل الاسم الا انه الpreposition احيانا معقول تجي قبل البروناون يعني قبل ضمير مثلا him, her وإلى آخره وهالأمر كتير مهم لانه نحنا لازم نعرف انه الpreposition بتتغير وقت تجي بما كان object وقت تجي قواعديا كobject للبروناون مثلا can you give the parcel to him بهيد الحالة هي تغيرت وصارت him لانه هي جاي كobject لتو فإذا can you give the parcel to him the parcel يعني رسالة هل فيك تعطي الرسالة ايضا فينا نعطي example تاني I went to the cinema with them انا رحت على السينما رحت حضرت سينما معهم them هي اصلا they تحولت لthem لانه they موجودة كobject فتحولت تصير them I went to the cinema with them بعض الأفعال مثل face up to عندها prepositions مضافلة إلى وهي من ضرورية لا تبقى على المعنى خليني أعطيكم example I cannot face up to this problem to face up to something يعني أنا واجه أمر لكن إذا حطيت بالجملة I cannot face this problem رح يبقى المعنى هو ذاته ما حزف لpreposition up وتو فبهيد الحالة I cannot face up to the prepositions فينا نشيل up to the problem فينا نشيل the prepositions منها وبتبقى محافظة على معنى الجملتين هني قواعديا صحيحين لكن الجملة التانية اللي هي face this problem هي مختصرة أكتر وهي أهيا لأنه الأبطول اللي مضافلة لهيدا الفرب ما عم بتضيف معنى آخر لكن هيدا الأمر ما بينطبئ على جميع الفرب مثلا to give up the chase تختلف عن give the chase give up the chase إنه يتخلى عن ملاحقة أمر ما لكن to give the chase إنه يبدأ بملاحقة أمر ما بهيدا الحالة الpreposition up غيرت معنى الجملة وزويلة من هيدا الجملة غير معنى اللي أنا مرجو من كلامي من أجل هيدا الأمر نحنا بدنا نتأكد إنه الverbs المقلفي من كلمة واحدة أو الفريز والverbs تحافظ على معناتها وقتا نكون نحنا عم نشيل الprepositions المنى ضرورية مثلا الverbs المقلفي من أكتر من كلمة to get away بيختلف عن verb to get إضافة الpreposition بيغير بمعنى هيدا الفريز والverb get away أن يبتعد to get أن يحصل على فإذا أنا غياب الpreposition غير عند المعنى فلازم مشاهدينا أن نحاول على قدر الإمكان نحنا وعم نستخدم الprepositions أو نحنا وعم نتكلم اللغة الإنجليزية أنه ما نحضف الpreposition إلا إذا نحنا متأكدين أنه ما بتسبب أي تأثير على الجملة أيضا نحنا بحاجة إذا كنا عم نتكلم بشكل جدا مع شخص مع شخص أعلى مرتبة باللغة الإنجليزية أو عم نجرب أنه نتكلم بطريقة مكتوبة كرسيل وكأيميل أنه ما نستخدم الفريز الverbs أنه نستخدم بالأحرى الverb أو الفعل المؤلف من كلمة وحدة والمشتق من اللاتينية مثلا we will get together at 6 يعني سوف نلتقي الساعة السادسة get together هي الفريز الverb أو الجملة الفعلية اللي أنا عم بستخدمها تقول نلتقي في بديلة وقت أكون عم بتكلم بلغة عملية وبلغة صارمة إنجليزية مش مع رفاقي بل مع أشخاص بالعمل أنه استبدلها بالverb المشتق من الكلمة اللاتينية to congregate congregate يعني سنلتقي أو سنجتمع لكن بلغة إنجليزية أعلى شوي من اللغة البسيطة اللي أنا بستخدمها مع رفاقي بهيد الحالة أنا ما استخدمت البريب بوزيشن تخليت عن البريب بوزيشن من أجل أنه أحكي كلمة صحيح جملة بعضها قواعديا ذات المعنى وبعضها كمفهومة ذات المعنى لكن هي أعلى شوي وأرفع كلغة إنجليزية فإذا أنا بدي أحاول إنه ننبش على النسخة اللاتينية من الفعل واستخدمها وقت تكون عم ننبش على فعل أفضل للإنجليزية المكتوبة وليس المحكية مع رفاقي مثلا فينا نقول يعني نحن أجلنا يعني نؤجل أمر ما نحن قد أجلنا الاجتماع لنهار التلاتة فينا نستخدم باللغة الإنجليزية المكتوبة والأرفع قليلا هي إلى ذات معنى لكنها ككلمة إنجليزية هي كلمة أفضل لاستخدامها بالطريقة المكتوبة الفورمل يعني الرسمية أكتر فإذا المشاهدين هلأ بعيدا عن الرسميات رح ننتقل أنا وأنتو للإديامز اللي فينا نستعملون كل يوم سوى مع فقرة إديامز فإذا المشاهدين وصلنا سوى للفقرة الأخيرة من برنامجنا وهي الفقرة الأقل الرسمية اللي منحكي فيها عن الإديامز أو التعابير المجزية المستخدمة باللغة الإنجليزية واللي نحن بحاجة أنه نعرفها ونعرف معينيها لحتى نتكلمها بالشكل صحيح وأيضا نفهمها وقت حدا يتكلم فيها لقلنا والإديامز لليوم هنه أيضا رب من الحقل المعجم اللي حكينا عنه وهو عن العمل أول إديام رح أحكي عنه هو ترالي دو تروبس ترالي دو تروبس كحرفيا رالي يعني يجمع التروبس اللي هنه كل وحدة وحدة بالجيش والمقصود فيها كان أنه يجمع الوحدات بالجيش ويحضرها للمعركة لكن المقصود فيها حاليا بإيامنا هيدا ترالي دو تروبس تشجيع وتحميس الموظفين المقصود فيها أنه شخص بجمع الموظفين لا يعطيهم حديث محمس ومشجع لا يقدروا يكفوا بمورال بروحية مرتفحة مبسوطة وقدرة تكف العمل بنشاط خلينا أعطيكم اكزامبل من بعد لحتى يحمس الموظفين ويخطط معهم للسنة المقبلة فإذا ترالي دو تروبس أنه يحمس الموظفين ويشجعهم من جديد تاني إديهم عنا لليوم هو ريالي تشك ريالي تشك تجي كإديم بمعنى أنه نحنا لازم نفكر بشكل واقعي خصوصا بالنسبة لوضع معين فنحنا بحاجة نعمل ريالي تشك نفكر بشكل واقعي خلينا أعطيكم مثال تعتقد أن نبدأ بحاجة نحن بحاجة نحن بحاجة نحن نحن لتشك لا أحد في نحن نحن عن الإي كوميرس الفكرة من هذا مثال أن شخصين يحكوا مع بعضهم يقول الواحد للتاني برأيك منقدر نبدأ بيع منتجاتنا عبر الإنترنت بيوضون الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل بحاجة أنك تفكر بشكل واقعي أكتر time for reality check صار وقت أنه توقف وتفكر بشكل واقعي وشو السبب لأنه ما حدا بشركتنا يعرف يبيع أي أمر عبر الإنترنت فإذا الفكرة من عبارة reality check أنه هذا شخص بحاجة يوقف وأنه يفكر بالأمور بشكل واقعي يعني بطريقة أخرى أنه ينزل من الغيوم ويفكر على أرض الواقع through the roof هي عبارة أخرى أيضا كأيديم فينا نستخدمها وقتا نحكي عن أمر أنه هو غالي جدا through the roof يعني قاطع من السقف بس أكيد مش هيدا المعنى المرجو منها المعنى هو أنه هيدا الأمر غالي جدا مثلا الجملة بتقول لا عجب أنه الناس عم يتزمروا حيال كلفة تدفئة منازلهم لأنه أسعار النفط صارت غالية جدا أسعار النفط بتزيد مستمر عالية أغلى من ما منقدر نتفع حقه فإذا through the roof هي الإضيام اللي منستخدمها عن سلعة معينة أو خدمة معينة أسعارها بتفوق جدا مقدرتنا على تحمله أو أسعارها غالية بكل بساطة على مقدرة أي حدا من أنه يتكفل وهلأ رح أرجع كرر الإضيام أنا وإنتو كرملتها نتذكرها ونتذكر ترجمتها أول إضيام حكينا عنها هي وقلنا أنه هيدا تستخدم وقتا نكون عم نحكي عن جمع الموظفين وتشجيعهم وتحميسهم على العمل بقوة وبنشاط وزخم تاني إضيام حكينا عنه هو بهايد الحال منكون عم نقول للشخص أنه بحاجة ينزل من بين الغيوم ويفكر بشكل واقعي بالنسبة للأمور آخر إضيام حكينا عنه هي وقتا نحكي عن أمر غالي جدا كلفته غالية جدا ما حدا بيقدر يتكلفها أو أنه غلي فجأة ومع هيدا الإضيام مشاهدينا بذكركم أنه كلفة التعليم is through the roof كلفة التعليم جمالا غالية جدا لكن قناة الوعد جعلت بمتناولكم ومجانا جميع الدروس اللي عم تقطع بهيد الحلقات وبحلقات أخرى لما ترسلونا على الإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو english.at.l.dashwعد.tv رسلونا بأسئلتكم وتعليقاتكم تربوا موارد هيد الحلقة والحلقات الأخرى وبشوفكم بالحلقة المقبلة ربيكم معكم ترجمة نانسي قنقر